أمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا حسب ما أعلن المتحدث باسم البانتاجون جون كيربي وتقوم قوات الاحتياط في الحرس الوطني الأمريكي منذ 2015 بمناوبات لتدريب الجيش الأوكراني إلى جانب جنود من بلدان أخرى من الحلف الأطلسي ولا سيما كندا وألمانيا وطلبت الولايات المتحدة في وقت سابق من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف مغادرة أوكرانيا في ظل تصاعد التوتري بالمنطقة